تجعنا لكم مرة ثانية ومنورانا النهاردة الكاتبة جاسمن السيدة اللي هنتكلم معاها عن كتابها اللي أنا شخصيا متحمسة جدا أني أتكلم عنه وأني أتعلم منه أهلا بيكي دكتور جاسمن منورانا كتاب أوعى أوعى يعني هو الاسم كاتشي قوي الاسم يخطف أوعى ممكن تتفهم بكذا طريقة يعني أوعى اللي هو بما معناه إحذر أوعى تعمل كده أوعى تأكل من هنا أوعى تروح هنا أو أوعى باللغة الدرجة أو باللغة بالبلدي كده زي ما بيقولوا أوعى لما بنقول لحد أوعى أو وسع مثلا هي ليها علاقة أكتر أو لحديتك أسطي أكتر بقى أما أنا طبعا عرفت الموضوع وقريت وكده هو عن الوعي أوعى يعني اتوعى أو صح كده خليك وعي كانت الأسامي التانية اللي احنا بنتكلم فيها دي وحديتك بتكتبي أوعى أو بتختاري الاسم كانت في بالك المعاني المختلفة لكلمة أوعى بصي هو يعني أول نصيحة الأم بتديها لولادها هم نازلين مثل في الشارع بتقول لهم أوعى خد بالك من العربية اللي هتعدي فكأنها بتدي له رسالة وعي بتحذره بتقوله خد بالك من كذا هو الوعي تحذير هو الوعي تحذير التفتيح صح وكمان برضو زي ما انتي قلت معناها ايه وعي يعني وسع دايما بدلغة درجة يعني هو اللي عنده وعي الدنيا بتوسع له فعلا ده حقيقي ده حقيقي والفرص بتلاقيها جياله لحد عنده صحيح صحيح وعشان كده احنا دايما نشغلين على وعي عشان الدنيا توسع لنا وتوسع لكل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا طيب خلينا نتكلم شوية عن فكرة الوعي بشكل عام ايه اللي لفت انتباهك او ايه اللي حسسك انك في الوقت ده محتاجة تكتبي كتاب عن الوعي او عن فكرة الوعي بشكل عام ان احنا نكون عندنا من الوعي الكافي في حياتنا اللي يخلينا نعرف نتصرف مزبوط نعرف نحس مزبوط نعرف نسيطر على مشاعرنا بشكل مزبوط ايا ما كانت ايه نوع المشاعر دي سلبية او ايجابية ما هو السلبي لما بيزيد بيبقى مشكلة والايجابي كمان لو خرج عن حدوده ممكن يبقى مشكلة برضو كبيرة هو الفكرة جات لي من ايه اول حاجة لاهمية الوعي اهمية الوعي بشكل عام اهمية الوعي تاني حاجة عدم وجود مصطلح الناس فهمة قوي عن الوعي لان ربما يكون وعيك وعي سلبي وانت مش واخد بالك عشان كده انا بدأت ان انا في الاول افرق لهم ما بين الاحساس والشعور وبعد كده الوعي يعني ايه احساس يعني ايه احساس هي اي حاجة بستقبلها بحواسي الخمسة سمعت خبر شفت حاجة اي حاجة بحواسك الخمسة وانس ان انت استقبلتها بحواسك الخمسة دي بتبتدي تتحول لشعور ازاي حد اتصل بيكي في تليفون فقالك خبر وحش فشعرتي بالحزن تمام ده الشعور ومال ايه هو الوعي بقى الوعي ده في الحاجة اعلى بقى من الشعور والاحساس وبتيجي ان المخ وهو بيمنطق لي بيعملي منطقية زي كأنه بيحللي مشاعري فبالتالي بيقول لي هل انا فعلا في الوقت ده بعد ما سمعت الخبر الوحش ده من حقي ان انا ازعل ولا ازعل كده زيادة ولا ازعل كده قليل فاحيانا انا مخي بيترجم لي مشاعري غلط ايه طبعا ويبقى وعي سلبي صح وافتكر انا بقى كده ان انا شخص واعي صح وفاهم لأ فانا حبيت اشرح يعني ايه احساس يعني ايه شعور يعني ايه وعي علشان الناس تاخد بالها لو هي في وعي سلبي تاخد بالها ان هي في وعي سلبي ليه بقى لان الاشخاص اللي عندهم وعي سلبي بيشوفوا نظرتهم للحياة وحشة ازاي الحياة بالنسبة لهم فقد اما الاشخاص اللي هما متوسطي الوعي بيشوفوا ان الحياة خدوات يوم حلو يوم وحش يوم حلو يوم وحش لكن الناس في درجات الوعي العالية أو الوعي الإيجابي زي ما احنا بنسميه بيشوفوا إن الحياة كلها عطاية وإن قدر الله لا يأتي إلا بالخير وإن كل ما احنا بتعدي على الإنسان أكيد جواها منحة مقدمة حتى في المنع أي وقت المنع عطاء حتى في المنع مزبوط في عطاء حاصل إحنا ما بنعرفوش وقتها يمكن لكن بعد كده بنعرفوش طيب خلينا نتكلم شوية عن فكرة تحسين الحياة إن أنا أحسن حياتي كلنا عايزين نحسن حياتنا مزبوط كلنا عايزين نكون عايشين مرتاحين رضين هادين يعني ما حدش فينا عايز دوشة وما حدش فينا عايز مشاكل وما حدش فينا عايز أحسيس مؤلمة إذا كانت حزن أو غضب أو ألم أو أي حاجة من الأحسيس لكن للأسف الحاجة دي موجودة في حياتنا وهي دي الدنيا وهي دي الحياة يوم حلو ويوم مر زي ما اتفقنا إزاي أحسنها إزاي لما أوصل عند إحساس من الأحسيس الوحشة دي يجي وعيي وأحضر وعيي بإني أتخطى الإحساس ده هو أول حاجة أنا اتكلمت عن أشخاص اللي هم وعيهم سلبي دول بيبقوا متمسكين أوي بالإيجو المزيفة ولو شرحنا للسادة المشاهدين إيه هي الإيجو المزيفة يعني أنا بفتكر أن أنا مقدار قيمتي تحدد بما أملكه أي المكان إيه اللي أملكه ده بقى شكلي فلوسي تعليمي أي حاجة أو ما أملكه الأول ثاني حاجة ما أعمله ما أعمله أنا مثلا ممكن أقول أنا دكتورة ماشي أنت قيمتك كدكتورة مش في الشهادة المتعلقة على الحيطة أنت بين عملك ومجهودك واللي أنت بتقدمي للناس أنت اللي بتضيفي قيمة للشهادة المتعلقة على الحيطة مزبوط مش العكس مزبوط كده فبالتالي الناس اللي هم متمسكين بالإيجو المزيفة لو فقدوا أي حاجة من اللي احنا بنقول عليها دي لو فقد مال عربية ما قدرش يكمل تعليمه في جامعة معينة لو فقد أي فرصة من الفرص دي قيمته إذاتية بتنهار ويصبح هو في نظر نفسه من غير قيمة في فرق ما بين الصبر وما بين التحمل ويمكن أنت كنت ذكرتي ده مزبوط فاشرحينا كده الجزئية دي طيب عشان أو أوضحها خلينا ندي مثال دلوقتي أنا فلاح فاخترت بزرة معينة والبزرة دي رحت حطتها في الأرض وبدأت أن أنا أرويها كل يوم الصبح بنزل الأرض دي عشان أروي البزرة بتاعتي عشان إيه؟ عشان في الآخر تنتج لي زرعة تمام؟ فأنا أثناء صبري على أن الزرعة تنبط أولا كان اختياري صح أن البزرة تكون صالحة ثانيا رعيتها ورعية اتجاه الشمس ورعية السماد اللي بحطه لها فأنا مش معنى الصبر هو أنك ما تعملش حاجة لأ في فرق الصبر هو أنك تشتغل وتعمل حاجة مفيدة أثناء صبرك ولكن التحمل أنا بعض مغلوب على أمري بتحمل الصعقات اللي بتجيلي لكن ما بعملش حاجة فبيجي وقت إيه؟ أنفجر فليس الصبر معناه أن أنا أقعد ومكتف الأيدي ما بعملش حاجة وأقول أنا صابر ومتحمل وياخد بقى على دماغي بقى وأنا متحملة وخلاص ده مفهوم خطأ للصبر يعني أنت شايفة أن التحمل لازم يكون بمقدار معين أو للاغب معين أنا شايفة أن التحمل مفيش حاجة اسمها تحمل مفيش حاجة اسمها تحمل لا ما تتحملش لا ما تتحملش اكتهد عدل يبقى كده أنت بتزبر آه ده مفهوم جديد بقى خالص علينا شفت الكتب النفسية حلوة إزاي؟ ده مفهوم جديد بقى علينا خالص لأنه المفهوم الشائع المفهوم الشائع أنه مطلوب منه تحمل بس مش مطلوب من نتحمل قوي انت شايفة ان التحمل لا انت اصبر بس ما تتحملش هو الناس بيتحملوا بيتحملوا فبيجي وقت ينفجروا لكن انا عايزاهم يصبروا الصبر الجميل هو الصبر اللي فيه فعل عشان في الاخر يلاقوا اصل ربنا وعد قال ان فيه صبر يبقى فيه وعد الله حق دلواحد تحمل كتير قوي لا اصبر يبقى مش تحمل دلواحد تحمل كتير قوي يفكر انه بيصبر لا هو فيه فرق كبير طبعا طبعا ووضحته لنا طبعا مشكورة دكتور جاسمين انك بتشرح لنا التفاصيل لانه الواحد احيانا بيبقى فيه مصطلحات هو عارفها يمكن او فهمها بشكل مختلف و لكن في حقيقتها هي ليها معاني مختلفة اتكلمنا عن القاسة والحزن اه وبرضو دول من المفاهيم القاسة احنا هنقول كلنا بنمر بظروف صعبة ده من حكم خبرتنا او من حكم معلوماتنا والحزن كلنا بنحزن اكيد ومن حقينا نحزن بس نعرف برضو احنا هنفضل نحزن لحد امتى لانه الحزن لما بيعدي حدود معينة بيتحول الى حتة ما اعتقدش برضو ان احنا نحب نروحها علمينا بقى برضو الفرق ما بين القاسة والحزن لا هو القاسة والحزن حاجة واحدة حاجة واحدة حاجة واحدة ولكن فيه فرق بين شعور الحزن ووعي الحزن يعني ايه شعور زي ما انت قلت انه هيجيلي شعور احزن وده حق ايه لكن وعي الحزن انا موجود في حق لطاقة انا برس الحزن وبستقبل الحزن انا شايف الحياة سهودوية انا مش شايف اي حاجة غير الحزن انا ما بعرفش اخرج من الحزن بتاعي فمحبوس فيه تمام لكن الشعور ده اللي هيعدي علينا ويمشي ده طبيعي واحنا بنقدمين ولازم يعدي علينا طبعا ولازم ناخد وقته لازم نعرف نتخطى يعني اه يعني خوف نفسك باي حاجة انا لو حزنت كتير هتعب مثلا اه حايا هيجيلي امراض ولو تلاحظي ان امراض كتير جدا ضمنهم الكانسر مثلا بتيجي للناس اللي بتحزن اه فلازم تخوف نفسك عشان ترفع نفسك الدرجة الصغيرة ما بين الحزن والخوف فتقوم مرفوع في السلم شوي اتكلمتي انه فيه في الوعي درجات وقسمتي درجات الوعي قولنا بقى ايه هي درجات الوعي وتكلمتي زي انت قسمتها قسمتها بناءا عن ايه معنا قسمتها بناءا عن ان فيه دكتور اسمه دكتور ديفيد هاوكنز ده كان طبيب بشري المهم الدكتور ده كان بيعني تقريبا من خمسين مرض اوكي وهو درس الطب لمدة خمسين سنة ولكن هو قال ايه كل دراستي للطب دي وما قدرتش انها تخفف عن قلمي اكيد فيه حاجة تانية فهنا فرق ما بين العلاج والشفاء لو تلاحظي حتى دايما في القرآن يقولون ايه فيه الشفاء للناس الشفاء ما قالش علاج عمرو ما قال تلمة علاج لكن دايما بيقول الشفاء فاحنا فيه فرق ما بين العلاج اللي احنا بنسميه في انت عارف انها صيدلانية بنسميه في الصيدلة ميديكيشن ادوية بتاخدية هي دي العلاج لكن الشفاء بقى انت طول ما انت في استرس فبتطلعي استرس هرمون الاسترس هرمون دي بتعالي ضغطك بتجيب لك سكر بتجيب لك ضغط بتجيب لك وبيتجيب لك امراض الى ذلك ولكن لو انت علاتي في الوعي اكتشفوا بقى او الدكتور دا اكتشف ان بيطلع هرمونات تانية خالص اسمها الاندورفنس الاندورفنس دي مسؤولة عن ايه يعني بتشيل البين خالص وبي evet يعني بتشيل البين وبتشيل السترس وكأن إخنا بيحصل لنا شفاء داخلي يعني الجسم مهيئ أنه هو يشفي نفسه أو يعالج نفسه أنا مستمتعة جدا بالكلام عن الكتاب اللطيف ده جدا وأتمنى كمان أن يكون مشاهدين مستمتعين بالكلام وبالتفاصيل اللي بنقدر نفهم بيها نفسنا أكتر ونقرب منها أكتر عشان نقدر نحسن حياتنا أكتر عن طريق وعينا وعن طريق الكتاب اللي بنتكلم عنه النهاردة نطلع لفاصل ونرجع نكمل على طول معاك دكتور جاسمين تفضل في رحلة حياتنا تشغلنا العديد من الأسئلة الخاصة بأنفسنا والمحيطين بنا مثل ماذا نريد وكيف نفكر ولماذا يتصرف الآخرون بهذه الطريقة هنا يأتي دور كتب علم النفس التي ترشدنا وتنير لنا الطريق نحو الوعي النفسي الصحيح وتكشف لنا الكثير عن أسرار النفوس الغامضة وقد تعددت كتب علم النفس سواء المصرية أو العالمية التي تتناول بالرصد والتحليل كل ما يخص أمور حياتنا ومن أهم وأشهر هذه الكتب كتاب تفسير الأحلام لسيجموند فرايد وفي هذا الكتاب يقدم فرايد شرحاً وافٍ لنظريته العقل اللاوعي وتأثيره على السدوك البشري وكتاب الذكاء العاطفي لدانيال جلومان ويركز هذا الكتاب على أهمية الذكاء العاطفي في مختلف مجالات الحياة سواء في مجالات العمل أو العلاقات الإنسانية وغيرها ويؤكد الكتاب على أن الذكاء العاطفي هو المفتاح الرئيسي للنجاح في الحياة ومن كتب علم النفس العالمية والهام أيضاً كتاب أشهر خمسين خرافة في علم النفس ويتناول مؤلفو الكتاب خمسين خرافة عن علم النفس بالدراسة والفحص وعلى الجانب المصري نجد أيضاً العديد من الكتب مثل كتاب أسس علم النفس للدكتور عبدالسطار إبراهيم الذي يوضح من خلاله أهم الأسس التي تحكم السلوك الإنساني ومراحل تطوره المختلفة وكتاب إنسان بعد التحديث للكاتب الدكتور شريف عرفة ويهدف إلى وصول الإنسان إلى مرحلة الارتقاء البشري بالإضافة إلى مؤلفات الدكتور عادل صادق مثل كتاب أسرار في حياتك وحياة الآخرين وغيرها وسيظل الإنسان بأفكاره ومشاعره وسلوكياته محور اهتمام الكتاب والباحثين النفسين رجعنا لحضراتكم مرة تانية منورانا دكتور جاسمين السيد بنتكلم عن كتابها أوعى وهو كتاب عن الوعي هنتكلم شوية عند الفرق ما بين اللامبلاء والتجاهل مثلا أو اللامبلاء والتقبل يعني فيه فيه فروق في المصطلحات احنا بقى من بداية الحلقة بنحاول على قدم ما نقدر نطلع طبعا كل المعلومات المهمة اللي موجودة في كتابك بس اشرحنا شوية الفرق ما بين المصطلحات دي طيب هو اللامبلاء لازم كلنا نتفق إنها سلبية ليه سلبية؟ لأنها في مراحل الوعي المنخفضة زي ما أنا قسمت في الكتاب يعني فيه ترويج إن نكون عندك لامبلاء لو تلاحظي على السوشال ميديا يقوله خليك عندك لامبلاء لكن فيه فرق كبير جدا ما بين اللامبلاء والتقبل اللامبلاء سلبية ما يواجهها على النقيد في الوعي الإيجابي هو التقبل فأنا عزي أتقبل لما أتقبل بمحي كل المشاعر أنا قدرت أتخلص وقدرت أحرر كل مشاعر الغضب وكل مشاعر الحزن وكل المشاعر الوحشة اللي موجودة في اللامبلاء أما اللامبلاء أنا عندي كل المشاعر مخزونة جوايا كتمها وعمل نفسي مش فارق معي وعمل نفسي مش واخد بالي أو مكبر دماغي طبعا ده مش إحساس حلو خالص حييجي وقت حيجي وقت وكل الإحساس دي هتطلع على السطح هتطلع على السطح فأنا بوصل في الكتاب أن تخد بالك أن أنت دلوقتي مش في مرحلة حلوة أنت دلوقتي في اللامبلاء أو مكبر أنت كله جواك لسه ما تحررتش منه ما تعلمتش إزاي تحرروا وتطلعوا وفي علامة مهمة جدا 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 تعرف بيها أن مشاعرك تحررت الغفران أنك تكون من جواك غافر للشخص اللي أذاك مثلا أو للظروف أو 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 وتظهر أنت مدي شعور اللي مبالاة إيه لما تحس أن أنت بقيت غافر ومسامة مهما كانت درجة الأزية يعني ممكن تقليبي الصفحة هقولك على حاجة بس تسمحي في حاجات معينة مش معنى التقبل أن أنا موافق على الموقف اللي حصل لي إطلاقا عارفة معنى التقبل إيه؟ أن أنا متقبل التجربة الشخصية اللي حصلت لي دي هتعلم منها وهموف أون بس أنا بكلمة على الغفران مش بتكلم على التقبل أنا قلت لك أن اللي مبالاة فيها المشاعر بتاعت أن أنا مغفرتش وأن أنا مش مسامح وأن أنا غطبان لكن التقبل لا أنا مسامح وده الفرق أني أتقبل يعني أنا سمحت أنا سمحت بس سمحت إيه؟ ما وفقتش على اللي أنت عملته فيها دي مش معناها موافقة ولكن أنا تقبلت الأحداث اللي حصلت وحتعلم منها وهموف أون ده معنى أنك ضد التجاهل مهلا مبالاة زي التجاهل شبهها يعني فيهم شبه من بعض ولا لا؟ لا فيهم شبه من بعض يعني أن أنا أتجاهل يعني أتجاهل اللي حصل عشان ما تضيقش أو أتجاهل الموقف عشان ما أغضبش ده مش صح برده عارفة شبه إيه؟ شبه أنا عندي حريقة في البيت ماشي وفي نار مشتعلة وأنا لا ما فيش حاجة البيت تمام ببص عن ناحية تانية خالص فكأني مش شايف الحريقة الحريقة هتوصل لك هتوصل لك ده تجاهل يعني لازم تبقى أنت واخد بالك أن مهما أنت دورت وشك الناحية التانية وكأنك نعامة بتحط رأسها في التراب مهما دورت وشك الناحية التانية النار مشتعلة وهتوصل كلنا بنغضب كلنا بنغضب كلنا بنغضب أحيانا وللأسف في مننا اللي بيتعدى حدوده ساعة الغضب ويرجع يندم على الحدود اللي عليها ودايما بيقال أنه البني قدم لما بيغضب إذا قدر يسيطر على أفعاله وكلامه في الشوية اللي هو غضبان فيهم دول هيتفادى مشاعر كتيرة جدا منها الندم مثلا فيما بعد لأنه الواحد هو غضبان بيبقى بيتصاربت صرفاته يعني بيرجع يندم عليها أو معظمنا بيندم عليها بعد كده كلميني شوية عن الغضب وإزاي أوعي مخي أن أنا حاليا في مرحلة غضب سكوتيرانيا خالص وما بتقوليش أي حاجة دلوقتي عارف أنا كاتبة فاصلة في الكتاب اسمه الصباح رباح دي كلمة كان بيقولها لي جدي وأنا صغيرة لما كان يزعل مني وكان يبقى غضبان جدا كان يقول لي إيه خشي نامي والصباح رباح ليه هو عايز يعدي الفترة اللي أنت بتقولي عليها دي ساعة الغضب وأنا غضبانة قوي أنا ممكن أنفاجر في اللي قدامي وارجع عندهم طبعا ده هو كان بيأجلها لي للصبح فالفكرة في إيه الفكرة أن أنت فعلا أول فترة الغضب دي إيه دي فيها هتقولي لي إزاي أنت مثل سيق عربيتك ومشي في الطريق فجي حد قصر عليك في العربية فأنت رحتي نازلة من العربية وعملتي خنائة جمدة جد خلاص لكن أنا طلبة منك امسيكي نفسك أول 30 سنة كده من الخنائة بصي على إيه الدرر اللي حصل في العربية بتاعتي بصي على الكونديشن كلها هل فعلا أنا أستاهل أن أنا أنزل وعمل خنائة وندم ولا الموضوع بسيط طيب ما يمكن الراجل ده لو أنا أصبرت شوية هو يجي لي ويقولي وبعدل الغضب ده ممكن مش بس بفشارة الغضب ده ممكن يبقى مع زوج مع زوجة مع ابنك مع بنتك أنا بدي بس إجزام مع صحابك يعني كمان في مشاعر أحيانا بتبقى بقى أنت زعلانة قوي بجد أنك غضبت على الناس دي بالطريقة دي أو أنك غضبت على الناس دي بالطريقة دي طيب خلينا بأن أنت كلمت في دلوقتي الطريقة اللي أنا بغضب بيها تلاقي تمالي أن الغضب مربوط بالتكسير يعني واحد غضب فأخذ الفوزر اللي قدامه دي ورح الدشش عشان يفرغ تمام جي منين أن الغضب يرتبط بسلوك معين في الحقيقة أنه هو وجدوا أن الغضب ده صور صور تخزينية اتخزنت عندك في الزاكرة وانت صغيرة فحديكي مثال أنا شفت حد بيغضب بيعمل كده فخزنت حديكي مثال مثال حلو جدا فيه فيلم اسمه الخيط الرفيع للفنانة فاتن حمامة والأستاذ محمود ياسين في الحقيقة هي لما غضبت منه مسكت كل البدل بتاعته ورحت مقصها بالمقصة أيوة أيوة قطعت كل هدوث فأنا وأنا صغيرة لو أي بنت وهي صغيرة شافت المشهد ده فبالتالي إيه اللي هيحصل لو غضبت من بيزها هينطبع في ذهنها أنه لما تغضبي تعملي كده لما غضب من زوجي الحل الأمثل الحل الأمثل للتفريغ عن الغضب ده حكوني أن أنا أجيب بدله وأقصصها ولزيك إحنا بنقول رأبي كويس جدا أطفالك بيتفرجوا على إيه في المرحلة العمرية السغيرة لأن كل دي صور تخزينية بتتخزن عندهم فلما يجي ابنك يكسر ولا يضرب ولا ولا ما تبقيش تسألي ده طالع كده ليه لأنه هو صور وتخزنت سواء بيتفرج على الأفلام أو بيشاهدك مثلا في البيت بيشوف ممتو أو بيشوف بابا أو كده طبعا بالذب فالفكرة بقى في إيه أنا عايز أغير الارتباط الغضب بسلوك معين بالنسبالي أعمل إيه أقعد في قوضة كده وابتدي أرجع ذكرياتي ورجع الصور المتخزنة عندي في دمائي أنا ليه بتصرف التصرف الفلاني أو بسلك السلوك الفلاني وأنا غضبان لحد ما ألاقي الصورة دي الصورة المتخزنة عندي في الذكرة وانت أن أنا لقيتها أعرفت الصورة دي جاية منين أو الصورة بتاعة إيه بريبليس أشير وحطي صورة تانية لأنا ما أغضب هتخيل نفسي مثلا أعد على البحر مثلا وهكذا بحيث أن أنا أبدل الصور المتخزنة عندي أتمنى أننا نقدر نسيطر هي محتاجة تضريبات على كده محتاجة تضريب كبير أنت أعودي كتير لحد ما تلاقي أصلا الصورة ممكن تكوني ناسية ممكن تكوني مش عارفة الصورة جالك من إيه بس حاولي حاولي توصلي الصورة التخزنية اللي عندك أو السلوك المتخزن اللي أنت بتعبري عنه عن الغضب بتاعتك مشاعر الإحساس بالذنب عشان ده برضو من الحاجات بس اللي استوقفتني جدا الإحساس بالذنب أو تقنيب الضمير إزاي أو أوصل نفسي للمنطقة اللي بعد دي هبقى في حتى خطر بسي هو تملي الإحساس بالذنب أو تقنيب الضمير في أقل درجات الوعي مستوى متدني جدا من الوعي ليه أنا بجلت زيت وبشوف يعني أن الحياة كلها فقد برضو يعني أنا فقدت كذا أو خسرت كذا دخلت بيزنس وخسرت فلوسي فأنا السبب في كل ده الدرجة الأعلى منها شوية هو أن الناس هي السبب يعني اللي تخت أنا السبب فبحطم نفسي إنما اللي فوق شوية الناس هي السبب طب أنا أخرج إزاي من مشاعر الجلد دي تمالي لو جتي اتكلمتي مع الشخص اللي هو في مشاعر الجلد هتلاقيه بيجيب كل العيب عليه هو والناس كلها حواليه ما لهمش أي زنب تمام فأنا بقوله لما تيجي تتعامل مع نفسك افصل طلع نفسك كأنك شخص تاني وإنت لما بتكلم أي شخص تاني ابنت أو مراتك أنت برقهم من الزنب ده صح برق نفسك يعني افصل نفسك وطلعها لشخص تاني وتكلم معاها كأنها واحد قد قدامك وبرقها اوصل معاها للبرقة كان في أي حاجة تانية كانت الظروف مش قد كده ما درستش كويس المشروع ده فبالتالي هيخد الدراسة الجاية والمرة الجاية هكون أخسر تعلم من الغلطة اه برق نفسك الأول او برق نفسك ودي نفسك فرصة للتجربة مرة أخرى الغلاف أخيرا كلامنا عن الغلاف واختيارك للغلاف الحلو الرائق ده بسي هو أنا كنت عايزة غلاف نور هو فعلا من أول هو غلاف نور وكمان أن الفكرة أن العين هي الرؤية فأنت لما بيكون عندك رؤية 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 فيجن فسواء رؤيتك كانت إيجابية أو رؤيتك سلبية أنا بقول لهم أن من خلال قراءتك للكتاب رؤيتك هتتوضح عشان كده عملت أن صفحات الكتاب مفتوحة والرؤية بدأت توضح اختيار هايل سعيدة جدا بالموضوع بتاع الكتاب وسعيدة جدا بحلقتنا النهاردة مرسي دكتور جاسمين ودائما تنورينا إن شاء الله في يحكي أننا نتكلم أكتر عن كتبك النفسية وجهة نظرك في الحياة بشكل عام لأنه أكيد الكتب النفسية زي ما دائما بيقول هي إضافة لحياتنا في كل تفاصيل حياتنا آيا ما كانت إيه هي المجال أو أي مجال إيه هو المجال اللي بيتكلم فيه مرسي بشكري مشاهدينا بكده بنكون وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة من يحكي أننا تكلمنا عن إيه تكلمنا عن كتاب اسمه إوعى كانت من ورانا النهاردة دكتور جاسمين السيد الكتاب باختصار بيتكلم عن زيادة الوعي في حياتنا وفي مشاعرنا وإزاي نقدر نوقف مشاعرنا للمنطقة المناسبة علشان لو حصلت أي مزايدة بأي شكل من الأشكال على المشاعر دي أين ما كانت سلبية وإيجابية ده ممكن يوصلنا لمرحلة إحنا ما نحبش نكون فيها شكركم على حسن المتابعة وكان معاكم رانيا السيد شكرا